رب يسعدهم ويرضى عليهم ويوفقهم وكالعادة يا رب قوة البدايات والثبات للوصول لأعلى العلامات والمعدلات يا رب العالمين يا رب جبر خاطر عظيم لطلابي لأهليهم يا رب فرحة عظيمة في شهر تمانية سنت العلفين وخمسة وعشرين يوم النتائج لما تطلع والكل يحكي لك مبروك الكل يهنيك الكل يشكرك على تعب ومجهود سنة كاملة ويبارك لك ويعطيك نقوطك اللي راح تنبسط عليه وتتقدر على هذا المجهود خلال تعب سريكا يا رب يقويكم ويوفقكم ويسعدكم ودائماً اتأكد من شغله إنه البداية الصح هي اللي راح تخليك تنهي صح بلش صح حتنهي صح بلش غلط حتنهي غلط تمام فيارب كلكم يا حبابي القلب طلابي وأخواني طالباتي الغاليين جداً اتكونوا بلشتوا صح يا رب العالمين شوف الحصة التعسيسية رقم خمسة خمسة بعلم ما يصلي عن نبي صلوا عن نبي الحصة التعسيسية رقم خمسة تشطيبات خفيفة لطيفة أمورة بنت عالمنا ورح نحكي فيها عن التفاعل الكيميائي اللي هو كيميكال ري اكشل مبدعياً التفاعل الكيميائي هو عبارة عن مواد متفاعلة رح تعطيني مواد شو مواد ناتجة هذا هو التفاعل الكيميائي طيب شو مفهوم التفاعل الكيميائي ركز معي هو ععادة ترتيب كيف يعني؟ يعني لو أني بالصف عندي ثلاث جهات وأربع درود بكل صف نقل الطالب من الدرج الرابع للدرج الأول من الجهة الثالثة للجهة الأولى من الجهة اللي بالنصف الدرج الأول للجهة الأولى بالدرج الثالث إلى آخره هذا يسمى إعادة ترتيب طلاب داخل الصف أنا بدي أعيد ترتيب لمين ما ندري لمين لذرات المواد المتفاعلة يعني أنا بعمل إعادة ترتيب لذرات المواد المتفاعلة من خلال شوف واحد بدي أكسر الروابط بين ذرات المواد المتفاعلة أيضاً وبيدي أعمل روابط جديدة فيما بينها أنا لساتني هنا وين بالمواد المتفاعلة إذن بدي أعيد ترتيب ذرات المواد المتفاعلة وذلك من خلال تكسير الروابط وتكوين روابط جديدة بين ذرات المواد المتفاعلة تؤدي إلى عيش لتكوين المواد الناتجة التي تختلف في خصائصها الفيزيائية والكيميائية عن المواد المتفاعلة يعني بالنهاية بعمل تكسير روابط وتكوين روابط جديدة بين ذرات المواد المتفاعلة الناتج شو؟ تكوين مواد الناتجة تختلف في خصائصها الفيزيائية والكيميائية عن المواد المتفاعلة هاي أمثلة أستاذي غاز إ thôi هاي إيش؟ مواد متفاعلة مواد سائلة مواد ناتجة هون شو اللي صار أستاذي؟ هنا صار عندنا بالمواد المتفاعلة تكسير روابط زائد تكوين روابط أدت إلى إيش؟ إلى تكوين المواد الناتجة ونفس الشيء هنا هنا أنا عندي يا أستادي هنا مواد متفاعلة إيش بدها تعطينا؟ مواد ناتجة تمام؟ هنا صار تكسير روابط تكوين روابط جديدة أدت لتكوين المواد الناتجة هذا الملخص العام لمين؟ للتفاعل الكيميائي مواد متفاعلة تكسير روابط تكوين روابط جديدة ابتعطيني مواد ناتجة تمام؟ طيب ملاحظات مهمة على التفاعل الكيميائي شو؟ الأساس والأهم في أي تفاعل كيميائي هو إيش؟ تكسير روابط وتكوين روابط جديدة يعني أي تفاعل كيميائي لازم يصير فيه عندنا تكسير روابط وتكوين روابط جديدة الأمين لذرات المواد المتفاعلة طيب اثنين حسن هذه التفاعلات الكيميائية تكسير الروابط وتكوين روابط جديدة راح يرافقها تغيرات في الطاقة هذه التغيرات في الطاقة إما يصير عندنا إنتاج طاقة أو امتصاص طاقة يعني فرضا فرضا ركز معي لو اعتبرنا هذا الكيس وسط لحدوث التفاعل تمام؟ وسط لحدوث التفاعل أوكي؟ طيب إذا حطيت التفاعل المواد المتفاعلة في هذا التفاعل أوكي؟ طيب في عندنا احتمالين لتغيرات الطاقة إما هذا الكيس اللي هو وسط للتفاعل هو مش كيس نتطرد أنه بعاء تمام؟ هذا الوعاء اللي حدث فيه التفاعل إما تزداد درجة حرارته أو تبرد درجة حرارته يعني إما يصير ساخن أو إما يصير بارد وبالتالي إذا صار في إنتاج للطاقة إذن بعاء التفاعل ساخن طيب إذا صار فيه انتصاص للطاقة انتصاص الطاقة هي رح تكون من إيش؟ من ذرات المواد المتفاعلة وبالتالي رح يصير وعاء التفاعل إيش؟ بارد هاي التغيرات التي تحدث أو المرافقة لحدوث التفاعلات الكيميائية إما يصير عندي إنتاج طاقة وبعاء التفاعل ساخن ساخن تمام؟ أو انتصاص طاقة وبعاء التفاعل شو؟ بارد طيب تعلي هنا حسنا بدي أتعرض على أنواع التفاعلات الكيميائية من حيث شو؟ تغيرات الطاقة واحد إما يكون فيه أنه تفاعلات ماصة للطاقة اثنين تفاعلات طاردة للطاقة ماصة ماصة وطاردة الماصة زي السيارة السيارة بدون برزينة بتمشي مستحيل والماصة من دون طاقة لا تحدث فالتفاعلات الماصة للطاقة التفاعلات تحتاج طاقة لحدوتها يعني لازم أعطيها طاقة حتى تحدث تمام؟ هاي إيش؟ هاي تفاعلات ماصة طيب هاي الطاقة التي يحتاجها التفاعل حتى يحدث التفاعل تكون من ضمن وين؟ من ضمن المواد المتفاعلة من ضمن المواد المتفاعلة تمام؟ طيب يعني لو بتلاحظوا على هذا التفاعل A plus B plus طاقة شو بتعطينا؟ A B يعني الطاقة هاي موجودة في هاي المعادلة من خلال إيش؟ أو موجودة وين؟ في جهة المواد المتفاعلة ويعبر عنها بإيش؟ برقم مثلاً تسعين كيلو جول مية وثمانين كيلو جول هذا يعبر عن إيش؟ يعبر عن التغير الحراري أو التغير الحراري المصاحب لإيش؟ للتفاعل رح نحكي عنه بأي وحدة؟ بالوحدة الثالثة تمام؟ إذن تفاعلات ماصة للطاقة تحتاج طاقة لحدوثها وهاي الطاقة في المعادلة الكيميائية الخاصة بالتفاعلات الماصة بتكون موجودة وين؟ في جهة المواد المتفاعلة يعني A plus B plus طاقة بعطينا A B من هنا بعرف إنه هذا التفاعل إيش؟ ماص يعني فرضاً فرضاً ركز معاي هيا شوف A plus B plus 90 كيلو جول شو بعطينا؟ بعطينا A B هذا التفاعل إيش؟ يعتبر يا إخوان تفاعل ماص للطاقة ليش؟ لأنه قيمة التغير في المحتوى الحراري اللي هو 90 كيلو جول والذي هو يختلف من تفاعل إلى آخر بسبب اختلاف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة برجع بكرر رح نحكي عنه بالوحدة الثالثة اللي هي بالفصل الثاني لأنها موجودة بجهة المواد المتفاعلة فهذا التفاعل شوف؟ ماص خلاص طيح طيب التفاعلات الطاردة يرافق حدوثها إنتاج طاقة والطاقة موجودة بجهة مين؟ المواد الناتجة تبع معاي A plus B بعطينا A B plus طاقة تمام؟ في جهة إيش؟ في جهة المواد الناتجة تمام؟ طيب لو قد قلنا لك أعطينا مثال أبو النبيلسي بحكي لك حاضر شوف A plus B بعطينا A B plus 180 كيلو جول هاي ايش تمثل؟ تمثل التغير الحراري للتفاعل ومن الـ 180 كيلو جول اللي موجودة بجهة المواد الناتجة بعرف إنه التفاعل إيش؟ طارد أما إذا كانت بجهة المواد المتفاعلة بعرف إنه التفاعل إيش؟ ماص تمام؟ هذا هو التغير الحراري والذي يرمز للتغير الحراري إيش يا إخوان؟ التغير الحراري يرمز له بالرمز دلتا أتش يرمز له بالرمز دلتا أتش يعني التغير الحراري إذا كان في جهة المواد المتفاعلة بيكون تفاعل مص أما التغير الحراري اللي هي الطاقة إذا كانت في جهة المواد الناتجة بيكون إيش طارد طب أعطيكم كمان شغلة حلوة هاي الشغلة شوف شوف إذا دلت عج هاي طريقة أخرى بميز منها التفاعل إذنه إيه ماص أو طارد إذا دلت عج قيمتها موجبة أو قيمتها سالبة إذا كان قيمتها موجبة تفاعل شو ماص أما إذا كانت قيمتها سالبة تفاعل شو طارد تمام طيب برجع لورا شوي بعد ما خلصنا أنواع التفاعلات الكيميائية تفاعلات ماصة وتفاعلات طاردة بدي أخذ أنواع التفاعلات الكيميائية حسب اتجاه حدوثها وهونا رح نحيي مسلسل باب الحارة باب إيش باب الحارة شو دخلوا ساتها السباح كيلة أنواع التفاعلات الكيميائية حسب اتجاه حدوثها واحد تفاعلات إيش يخوان تفاعلات غير منعكسة اثنين تفاعلات إيش تفاعلات منعكسة طيب التفاعلات غير منعكسة تحدث باتجاه واحد شو تحدث باتجاه واحد هذا واحد اثنين له نهاية يعني بعد مرور فترة زمنية محددة ينتهي التفاعل بدي حط حالي أنا شكرا إذن يحدث باتجاه واحد له نهاية تفسير يحدث باتجاه واحد هي إن المتفاعلات تتحول إلى نواتج وليس العكس كيف يعني؟ يعني إيه بتعطينا بيه؟ هل بيه بتعطينا إيه؟ إذن تفاعلات غير منعكسة يحدث في اتجاه واحد اللي هو المتفاعلات إيش بتعطي؟ بتعطي نواتج هل النواتج ممكن تعطي متفاعلات؟ لا وفي هاي الحالة من سمي هذا التفاعل الذي يحدث باتجاه واحد تفاعل أماني اللي هو بين قسين غير منعكس لأنه يحدث باتجاه واحد إنه المتفاعلات تعطينا نواتج النواتج جلونها بتعطينا متفاعلات تكون تفاعل إيش؟ منعكس زي الخيار الثاني أما ما دام التفاعل يحدث باتجاه واحد إن المتفاعلات بتعطينا نواتج فقط فهو تفاعل غير منعكس بين خسين تفاعل أمامي ويعبر عنه بسهم واحد إيه بعطينا بسهم واحد يعني تفاعل أمامي ويحدث بعد زمن ينتهي بعد زمن معين وقبار جعب أكرر المتفاعلات بتعطي نواتج النواتج ترجع تطعطي متفاعلات لا يعني التفاعل هسا بدأ أحكي لك ليش باب الحارة التفاعل خد من دون ما تعطي رايح من دون راجع ومنستذكر هنا من المسلسل باب الحارة الجزء الرابع أو الخامس أخونا أبشاكوش إذا بتذكروا أبشاكوش شو كان يحكي خد وعطي حسا هنا لو أنا بدي أستعين بأبشاكوش أحكي له أوصف لي التفاعل غير المنعكس شو رح يحكي لي خد وما تعطي فهونا مباشرة يا حباي بالقلب خد وما تعطي يجعل لك لا تعطي هذا هو التفاعل عيس غير المنعكس خد وما تعطي رايح من دون جاي تمام؟ هذا هو التفاعل غير المنعكس أما التفاعل المنعكس هو تفاعل يحدث باتجاهين رايح جاي أنا رايح فيه تمام؟ حسب أبو شاكوش وباب الحارة هو خد وعطي خد وعطي رايح راجع كيف يعني رايح جاي يعني هذه التفاعلات تتحول إلى نواتج والعكس صحيح إنه النواتج بترجع بتعطي نعيش متفاعلات متفاعلات خلال التفاعل الأماني بتعطي نواتي وهذا إيش يسمى يا إخوان؟ تفاعل أماني أما لما ترجع النواتج تعطي نمتفاعلات هذا ماذا يسمى؟ تفاعل منعكس وهذا شو بكون؟ خد وعطي إذن تفاعلات منعكسة رقم واحد تحدث باتجاهين رايح جاي خد وعطي المتفاعلات تعطين نواتج والنواتج تعطين المتفاعلات هل ينتهي التفاعل؟ لا ليس له نهاية ويعبر عن معادلة التفاعل بإيش بسامين متعاكسين واحد بدلع التفاعل الأماني التفاعل الأماني أن المتفاعلات تعطيني نواتج التفاعل العكسي أن النواتج ترجع تعطيني متفاعلات إذن أنا هنا لا بدي أحكي لكم رجل إخوان أنا هنا بدي أتعرف على أنواع التفاعلات حسب تغيرات الطاقة وأنواع التفاعلات حسب اتجاه حدوثها تمام يا أستاذي؟ أمورنا بالسليم أخذنا ماس طارد حسب تغيرات الطاقة وحسب اتجاه الحدوث خود ومطعطي وخود وعطي تفاعل منعكس وتفاعل غير منعكس طبعا كل هذه الأشي لما نبلش في المادة رح نتعرف عليها أكثر هذا اسمه إيش؟ تأسيس هذا مش شرح مادة تأسيس هذه معلومات أخذتها بسابع ثامن تاسع عاشر أول ثانوين أنا بلمن لك إياه وبذكرت فيها أنا ما بعطيك المادة تمام؟ طيب الآن آخر إشي بدي أختم فيه اللي هو إشي اسمه المجموعات الأيونية المجموعات الأيونية وهي عبارة عن مجموعة من الذرات تتصرب في تفاعلاتها وكأنها ذرة واحدة تتصرب في تفاعلاتها وكأنها ذرة واحدة نعرف الذرة ذرة تمام؟ ولكن أكثر من ذرة مع بعض إذن هم اجتمعوا مع بعض مجموعة من الذرات تتصرب في تفاعلاتها وكأنها ذرة واحدة هي شو تسمى مجموعة آيونية من الأمثل على المجموعات الآيونية ورح نستذكرهم كثير في الوحدة الثانية اللي هي الكيمياء الكهربائية خصوصا الهايدروكسيد صيغتها وشحنتها هيدروكسيد OH شحنتها يا إخوان ماينس 1 حسا هون الOH اللي هي الهايدروكسيد شحنتها كمجموعة واحدة الهايدروكسيد سالب واحد عشان يكسب مناها مجموعة من الذرات أكسجين وهيدروجين تتصرف في تفاعلاتها كأنها ذرة واحدة الOH كأنها ذرة واحدة شحنتها OH ماينس سالب واحد النترات NO3 ماينس الكبريتات SO4 ماينس 2 طب الكربونات CO3 ماينس 2 طب الفوسفات بو 4 ماينس 3 طب الأمونيوم هو الأيون الموجب الوحيد NH4 بلاس طب الدايكو كرومات اللي هي كريستيانو رونالدو CR2 O7 ماينس 2 عرفتوا ليه بسميها دايكو رومات البوتاسيوم كريستيانو رونالدو دايكو رومات دايكو رومات اللي هي إذا أنت مدريدي أما إذا نزلت هاي إذا أنت إيش إذا أنت برشلوني فحب كبير للمدردية والبرشلونية تمام واسألوا جيل 2007 أبو نابلسي 2006 والجهة الصابقة أبو نابلسي مدريدي ولا إيش ولا برشلوني وحكولي حب كبير يسعدهم ويعطيهم العافية هيك وبعون الله تم بحمد الله الانتهاء من الدورة التأسيسية شرحنا من قلبنا اتعبنا ربي يشهد إن شاء الله ما نكون قصرنا الله بعلم كل حرض شرحته هون من قلبي طالع جيل مركب جيل مبسط فيه لدرجة عظيمة جدا مبسوط فيهم مبسوط بحماسهم مبسوط بطلاخيسهم مبسوط بإنجازاتهم مبسوط بهمتهم يا أخوان صلاتك يا محمد ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم يعني آلافة طلاب صارت عقربات الواتس أب عندي وما شاء الله يوميا في 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 طلاب بتفوت عندنا يوميا في طلاب بتسأل عننا يوميا بيجي من عندكم طلابي بتحكي أنا من طرف من طرف من طرف مبسوط جدا مبسوط بردود أفعالكم مبسوط إنكم مقدرين للتعب اللي أنا منجزه ويا رب يا رب ربي لا يضيع لكم تعب السنة طويلة رسميا ابتدأت رح نبلش فيها بهمة عالية رح نبلش فيها ما أخوك أبو النبلسي أخوكم أبو هاشم اللي لن يتهاون لا يوم تقديم الانتحان الوزارة لمادة الكيمية رح أضل معاكم أخ وسند وداعم رح أضل رح أضل محبلة لكم أكيد وبتمنى لكم كل خير اتأكد عارف النبلسي مش رح يكون معك بس أستاذ وبعطيك المادة لا انت جرب بعتلي على الخاص على رقم 078 57 562 546 ورح تشوف أنه عارف النبلسي أخ لا إلك أي إشي أي إشي بتحتاجه أو حاب تسأل عنه أنا بعيوني جاهز ومش رح أقصر معك ويا رب يا رب لا يضيع لكم تعال ويرضى عليكم ويوفقكم ما بميز عارف النبلسي عن غيره وهو أنه علاقته مع طلابي لا تنتهي مجرد انتهاء امتحانات التوجيه لا علاقته مع طلابي بتضل لسنين وسنين في جزء كبير من طلابي قبل عشر سنين الآن صاحبي الآن صاحبي وبطلع عنوية وباجع عنوية وبفتخر فيه وبفتخر فيه فيا رب تكونوا من طلابي الناجحين المثابرين اللي حيتعبوا حيوصلوا وما بعد التوجيه يا رب تكونوا الأصدقاء القريبين من القلب اللي عارف برتاح لما يحكي معاهم ونشوفهم بأون الله محبكم وأدعي لكم بالخير والتوفيق دائما وأبدا أخوكم وأستاذكم عارف طبعاً يا أخوان آخر إشي بدي أحكي لكم إياه اللي هو بخصوص بخصوص الباكيجات احنا بلشنا توصيل بلشنا توصيل فأطلب باكيجات من خلال الرقم 07-8-6-9-8 07-8-6-9-8-6-5-3-3 رقم توصيل الباكيج الوحيد باكيجي لن تحصل عليه لو تلف الأردن لن تحصل عليه إلا من هذا الرقم فأطلب باكيجي من هذا الرقم وأي استفسار تواصل على رقم الخاص 07-8-5-7-5-2-5-4-6 رقم الخاص تواصل على رقم الخاص وحكيه لأستاذ المهمة الأولى دم اللي هي الدورة التأسيسية مع عارف النجل سي وآخر إشي صورة تذكارية لي انتهاء الدورة التأسيسية ابعتلي هاي الصورة مع الواتس أب انه تم المهمة الأولى دن حب كبير لقلكم ان شاء الله التأسيس المهمة الأولى دن المهمة الثانية اللي هي الفصل الأول والمهمة الثالثة اللي هي الفصل الثاني محبكم وأخوكم وأستاذكم عارف النبلز يعطيهم الأعب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر